اشتركوا في القناة ويؤكد أن النجم الفريق عبدالإله الحافظي سيكون جاهزا للمشاركة أمام الفريق النجيري ويؤكد أن النجم الفريق عبدالإله الحافظي سيكون جاهزا للمشارك نجمع للمشارك نجمع للمشاركة نجمع للمشاركة نجمع للمشاركة نجمع للمشارك نعمة لا نجمع للمشارك ويؤكد أن نعمة ونجمع للمشاركة ويؤكد أن نعمة مرة أمام الفريق مطلوبا عرض أنه السبب ًا قد يكون اليسريا لديه لذلك سادة بنتيج مشكلة جمع الشكل ولكن أيضا يجب أن نتعاون طويل مستقبل الكثير من viruses هل يفعل القرارش كنا نعلم بعض الل ماتلا ولكن أيضا أجل إنه ماني من إجراء الإجراء الإجراء الشكل يعرف الواقع مساعد غاريدو يوسف السفري يتوقع لقاء صعب أمام إنيمبا رغم النتيجة الإيجابية التي حقق النادي هناك في نيجيريا صحيح بأننا حققنا نتيجة إيجابية في إنيمبا في نيجيريا لكن نتيجة من عناس بأننا أهل مباشرة لهذا نقول بأن المقابلة الغد ومقابلة الصعب والتركيز دينا كامل على هذه المقابلة قبل أن نرى النهائي أو نرى أي مقابلة أخرى فريق إنيمبا النجيري أعد العداجي قبل سفره إلى المغرب ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وقلب الطاولة على الرجاء ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور النهائي المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار بيضاء يحتضن يوم غدنا الأربياء مباراة حارقة تلك التي ستجمع بين الرجاء وإنيمبا جماهير النسر الخضر ستملأ جنب الدونور قلوبها وقلوب جميع المغاربة ستكون غدا مع الممثل الوحيد في كأس الكاف لتحقيق الأهم وبلوغ الدور النهائي يخد فريق الرجاء الرياضي آخر حصة تدريبية له قبل اللقاء الحارق الذي سيجمع بينه وبين فريق إنيمبا نيجيري ومغد الأربعاء بالمركب الرياضي محمد الخامس برسم إياب النسف نهائي كاسة الكونفيدرال الأفريقية لكرة القدم فهل يفعلها أبناء الإطار الإسباني خوان كارلوس قاريدو مدرب الفريق ويتجاوزون أتبة إنيمبا ويتأهلون إلى نهائي الكاف شكرا للمشاهدة